الآن أتحول إلى المتحدثة الكريمة السيدة جراتسيلا ريتسا وهي مستشار أول رئيس قسم حقوق الإنسان والمجتمع المدني بوفد الانتحاد الأوروبي سيدة جراتسيلا أولاً أرحب بك وسؤالي بعد كل ما سمعنا من المتحدثين السابقين المهندس طارئ السيدة صحر وكذلك المتحدثة الأخيرة سوزان ميكايل عن وضع المرأة هل برأيك يمكن تحقيق الإعمار وهل يمكن أن يكون هذا الإعمار مستدام في هذه المناطق من الصراعات وفي ظل أوضاع المرأة التي سمعناها منذ قليل جزيلا سيدي أولاً أود أن أعرب عن إمتناني نيابة عن التحاد الأوروبي وأن أكون هنا في هذه الجلسة النقاشية وأود أيضاً أن أعرب عن تقدير البالغ لفخابة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولللجنة التنظيمية وللمشاركين ما نناقشه اليوم وما استمعنا إليهم ليس فقط في هذه الجلسة ولكن أيضاً على مدار الأيام الماضية نحن نتحدث هنا عن أن عصر في الواقع حدده ما يعرف عدم وجود السلام ونقص الاستقرار وعدم الاستقرار وكان لهذا تأثيره البالغ على النزاعات وأيضاً في مجالات أخرى ومناطق أخرى على كوكب الأرض لدينا هناك الشهادة الخاصة باليمن وقطاع غزة ولكن دعوني أقول أن هناك الكثير من النزاعات في كثير من أجزاء من العالم ولكن أن في الواقع أن التهديد يتطور سريعاً وبالتالي ظهور مزيداً من التحديات والتي تتناول جوانب عدة في الواقع ما تم توضيحه نحن رأينا الجائحة وأيضاً هناك تضاعفت التحديات وفي العديد من التدخلات كان هناك روابط كثيرة تحدثت عن الآثار وكيف يمكن لهذه القوانب مثلاً إذا لم يكن هناك مياه وكيف هناك نقص الكهرباء وغيرها وكيف يمكن أن يؤثر هذا النقص على حياة الناس ماذا الذي نحتاج أو نحن نحتاج إلى نهج شامل لتعزيز ثقافة السلام حين نرى هنا تحدثنا عن تحدثنا في شرم الشيخ عن مجموعة تحدثنا هنا عن شرم الشيخ أنها مدينة السلام لماذا؟ نحن نود أن نعمل على إرساء القيم والمبادئ ونماذج للسلوك في الواقع يجب أن يكون لدينا هذا النهج ولن أخود فيه تفاصيل وذلك لأن كل هذه البيانات منشرة وتم نشرها ومعروفة لدى الجميع ولكن في عام 2016 قام الاتحاد الأوروبي بتطبيق استراتيجية عالمية للسياسات الخارجية والسياسات الأمنية وأيضا لدينا إجماع يتعلق بشأن تحقيق التنمية لسنا وحدنا نحن في حاجة أن نقوم بتنفيذ وتناول كامل هذه الأمور من خلال شراكة في هذه الحالة نحن نتحدث هنا عن الدعم لأجندة 2030 المعنية بالتنمية المستدامة ونتحدث عن اتفاقية باريس عن التغيرات المناخية وأيضا خطة عمل لديس إبيبا وأيضا وأيضا كاب 27 القادم وأخيرا وليس بآخر أجندة استقابية وتمثل نهج استقابي وبالطبع أنا أيضا سأقتبس من زميلتي أننا في الاتحاد الأوروبي قمنا حون كأيضا خطة عمل تمثل الجيل والثالث لماذا؟ لأننا في حاجة أن يكون هناك نهج متكامل ليواجه العزمات والنزاعات أخينا وليس بآخر أود أيضا أن أتذكر أيضا حلف الأوروبي للهيجرة كل هذه العناصر والعوامل تؤدي إلى النزوح وأيضا أود أن أشير إلى الزيارات الأخيرة للمفوضية وأيضا المجهودات التي تبذلها مصر في إدارة الهجرة وبشكل جيد شكرا للاعتبارات التي تم اتخاذها والإجراءات فيما يتعلق بالطبع فيما يتعلق بأن أوروبا تستضيف ستة مليون مهاجر وأيضا ما يزيد عن تقريبا أيضا نفس من نفسي هذا العدد من النازحين والاتحاد الأوروبي قام بسياغة ما يعرف بنواة إعادة سياغة السلام نحن والإنسانية نحن لا نركز فقط على المساعدات الإنسانية ولكن نحن في حاجة إلى تطوير نهج تنمية ويجب أيضا لهذا النهج أن يتم موسائل ندته وفي الجلسة بالأمس كان هناك جلسة تتحلق عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لماذا؟ لأن بأطبع هناك القوات المشتركة هناك البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار في الواقع كان هناك عدد من المناقشات وأود أن أشير إلى المناقشات التي بازالت مستمرة وذلك من خلال إطار عمل حلف الاتفاقية الهجرة وكان هناك عامل مهم تم أيضا وضعه في جدول الأعمال في ذلك الوقت وأعتقد أن المتعلق بالهجرة وأيضا عامل الحد من المخاطر نحن لا يمكن أن نتوقع أن المنح فقد ستكحل كل هذه المشاكل ولكن هناك بعد هام على وهو البعد السياسي وهنا أود أن أتناول كلمة محورية وأساسية هو أن هناك لدينا حالات من أفضل الممارسات وهي الدبلوماسية الوقائية وما قامت به مصر وتم متح مصر أكثر من مرة بشأن ما يتعلق بالدبلوماسية الوقائية لا يجب أن نكون قصير النظر وأن تدخل فقط حين تحدث الأحداث الصعبة ولكن في واقع الأمتحاد الأوروبي يلعب دورا جوهريا في هذا الشأن وفي الواقع أنني حين وصلت إلى شرم رأيت أن هناك تحدث عن القمة العربية في 2019 والتي رأسها فقامت الرئيس عفتاح السيسي وأيضا المجلس الاتحاد الأوروبي كانت لحظة مهمة وكان هذا جانب حام تمت في مناقشة الكثير من القضايا ولذا من المهم أن نستمر في هذا النوع من الحوار دعوني أعطيكم بعض الأمثلة إن الاتحاد الأوروبي كان نشطا مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الروسي منذ 2002 من أجل وضع خارطة للسلام أو خارطة طريق للسلام كما كنا نشطين في اليمن وفي غزة وفي عام 2000 بدأنا استجابة أو برنامج استجابة من أجل وضع 32 مليار دولار لغزة وذلك كانت لك في العام الماضي ومن أجل معالجة الوضع هناك أيضا استجابنا للأزمة اليمنية بحوالي 24 مليون دولار في العام الماضي ولدينا عدة أدوات وضعناها من أجل هذه الأغراض ولن أدخل في الكثير من التفاصيل هنا ولكن أود أن أختم بقولي أننا هنا في منتدى شباب العالم ما هي التوصيات والدروس المستفادة؟ أود أن أشير هنا إلى منتدى الشباب الأوروبي والوثيقة التي صدرت عنه في نوفمبر 2020 كانت هناك خمس توصيات في هذه الوثيقة تتعلق بالوصول إلى المزيد من السلام اشتراك الشباب السلام التعليم بشأن المناخ والعدالة المناخية وأعتقد أنه كما قيل بالأمس نحن نحتاج إلى العمل مع الشباب من أجل المستقبل من أجل بناء عالم أفضل معا ونحن جنبا إلى جنب إنسان بوضع الاتحاد الأوروبي